انتقل الان الى نقطة ثانية وهي الحدود الجغرافية فيها جبال وسهل صح او لا تقريبا كذا نعم جازان تجتمع فيها التضاريس جبلا وسهلا وبحرا فالجبال الشاهقة الارض المنبسطة الساحلية البحر كل التضاريس تجتمع في جازان تقريبا ولذلك تعددت فيها الزروع والثمار والاستثمارات فيها كثيرة طيب حدود الجغرافية منين تبدأ جازان وين تنتهي حاليا فانها تبدأ من الشقيق محافظة الشقيق وتنتهي بالموسم الشقيق اللي على البحر صح او لا على البحر نعم في نهاية الدرب نعم وقديما قديما كانت جازان اوسع من هذا كانت تبدأ من حلي بن يعقوب يعني في عهد سليمان بن طرف كانت من حلي بن يعقوب في القنفذة جهة قبل القنفذة إلى الموسم وفي عهد الإدريسي من القنفذة إلى الحديدة كل هذه كانت تسمى جازان فتتوسع عبر التاريخ ولكن هذا حدها الجغرافي الحالي نعم نعم ترجمة نانسي قنقر